بيس بي عبانيو السلام عليكم هلو افريبادي اهلا ابنائي وبناتي وطلاب طلبات الصف الثالث الابتدائي ان شاء الله النهاردة هنراجع مراجعة شهر نوفمبر على منها الكاناك ثري بمواصفات التربية والتعليم اشارت لكم من كام يوم كده مواصفات امتحان الازهر الشريف ان شاء الله هسيب الرابط بتاع الفيديو ده في صندوق الوصف عشان لو طلاب الازهر يحبوا يرجعولو في اي وقت لان هي هي نفس المواصفات امتحان الترمة بازن الله يلا نشوف المراجعة بتاعتنا ولو عايزين تشوفوا فيديوهات تانية ان شاء الله لمراجعة الترم هسيب لكم في صندوق الوصف روابط لصفحة الفيس ويوتيوب وانستجرام ورابط قناة التليجرام شوف مع بعض اول سؤال حسب مواصفات التربية والتعليم هو عبارة عن listening استماع listen and write the missing letters زي ما احنا شايفين هيجينا four pictures and four words عندي اربع صور باربع كلمات هيجي التيتشر بتاعك المدرس او المدرسة هيقول الكلمة زي ما سن هنا look at this picture what's this السهمة ده بيشاور على ايه على اللحية اللحية يعني beard فهيدخل المستر او المس هيقولك كده beard beard هنيجي نبص نلاقي فيه تلات حروف منها بس مكتوبين a r d يبقى ناقص ايه هنلاقي اللي ناقص فيها be يبقى في listening المستر هيدخل يقول الكلمة او المس واحنا نكتب الحروف اللي نقصة من الكلمة وهيبقوا غالبا في كل كلمة ناقص حرفين اما حرفين ورا بعض زي دول او حرفين منفصلين في الكلمة يبقى احنا نركز كويس واحنا بنسمع الكلمة من المستر وما نستعجلش ونكتب الكلمة حتى لو احنا متأكدين من الصورة لازم اسمع الكلمة الاول من المستر او المس beard فنائصها هنا b e number two chair chair طبعا chair الكرسي تمام فاكرين نائصها ايه yes bravo عليكم a r excellent number three kang kang ها ايه المسنج لاترز الحروف للنقصة yes and g number four penguin 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 نائصها yes هنا p وهنا g يبقى نركز في سؤال listening كويس تاني سؤال في الامتحان عندنا listen and complete برضو هيجيلي محادسة زي دي كده او نص وفي هنا اه كلمات طبعا الكلمات دي مش هنلاقيها موجودة عندنا في الورقة انها عبارة عن ايه عن استماع listening هتجيلي بس المحادسة كده how about going to the والمستر او المس هيقول لنا النص بيقول ايه يعني كلمات دي مش هتبقى موجودة هيجي يقول لنا كده how about going to the penguins يبقى انا على طول هكتب كلمة ايه penguins great idea great idea يبقى في الكلمات تانية هنكتب idea يبقى نركز وإحنا بنسمع برضو نص الاستماع نتالي السؤال في الامتحان read and choose هنقرأ ونختار الكلمة الصح number one i have a brown of shoes a brown e of shoes عندي ايه اللونه بوني من الاحزية منسميه زوج من الاحزية زوج من الاحزية يعني ايه pair of shoes يبقى معا shoes بنختار كلمة pair number two i the floor ها هعمل ايه في the floor بقى كنس الارضية اسمها i sweep the floor excellent number three there is a television to the cupboard في television بالنسبة لل cupboard نقول عليه ايه طالما عندنا هلما كلمة to ايه اللي بييجي معاها to طبعا هي number four what your favorite zoo animal حيوانك المفضل ما هو حيوان الحيوان المفضل عندك favorite zoo ايه animal animal واحد بس حيوان واحد بس يعني مفرد يعني اختار اللي بتيجي مع المفرد هنا اسمها ايه طيب ما داز ممكن تيجي مع المفرد ما اخترناش ليه لان داز لازم بعدها فعل في المصدر هل هنا فعل في المصدر في الجملة دي ما فيش طالما الجملة ما فيش فعل في المصدر اعرف ان انا بستخدم what is your favorite animal ولازم نبقى حافظين اصلا السؤال ده كويس جدا بالشكل ده number five go straight يعني ايه مشي في خط مستقيم مش على طول then ايه left استادر يسارة نسمها turn left بحط الفعل بدون اضافات لان دي جملة امر تبقى عبارة عن الفعل في المصدر يعني فعل بدون اي اضافات بستخدمه لما اجي قدي تعليمات والتجهات number six i love they are black and white بحب ايه ولونهم black and white ابيض في السويد ايه في دول لونهم black and white yes pandas pandas هي للونها black and white read and complete the fact بعد كده بيجي لي كلمات في باكس كده في المربع كده و passage قطعة زي دي وهنكمل القطعة من الكلمات اللي هنا عشان نحل السؤال ده بسهولة ونحله صح ان شاء الله هنعمل ايه هنقرأ الاول الكلمات نشوف معانيها ايه زي الكلمة دي what's this اسمها ايه nile nile اللي هو نهر الني yes need need يعني يحتاج resources resources يعني مصادر تمام بعد كده بنقرأ القطعة كلها على بعضها الاول ونفهم موضوعها ايه وبعدين نبدأ نختار بقى النقط واحدة بواحدة ونراجع ونتأكد من اجابتنا بعد ما نحل we have many natural resources in Egypt تقرأوا معايا الله كده we have many natural resources in Egypt عندنا مصادر طبيعية كتير في مصر water is one of the Egyptian natural ايه المية واحدة من المصادر الطبيعية انا قلتها المصادرها حلتها اهو المصرية farmers get water from that الفلاحين بيجيبوا المية منين vegetables vegetables a water to grow والخضروات ايه المية عشان تنمو ايه كده الخضروات محتاجة للمية عشان تنمو يلا نحل we have many natural resources in Egypt عندنا مصادر طبيعية متعددة في مصر water is one of the Egyptian natural ومية واحدة من ايه من المصادر الطبيعية اللي تنفع هنا طبعا كلمة مصادر اللي هي resources farmers get water from that الفلاحين بيحصلوا على المية منين from the nile طبعا vegetables a water to grow النباتات الخضروات محتاجة للمية عشان تنمو يحتاج يعني need بعد كده عندنا تاكست يعني نص تاني قطعة كده بسيطة بنقرأها ونحل عليها تلات اسئلة بس نقرأها كده الاول ونفهمها قبل ما نبدأ نجاوب على الاسئلة هاني and his dad are in the living room هاني وبابا قاعدين فين in the living room هاني can't find his math book هاني مش لاقي كتاب الرياضيات بتاع dad helps him find it داد بيساعده عشان يلقو the book isn't in the cupboard next to the photos يعني الكتاب ليس موجود ما هوش موجود اخد بالي من كلمة isn't يعني ما هوش فين في الخزنة جنب الصور أمالي it's in the book case لكنه موجود فين in the book case يعني في المكتبة يلا نحل number one هاني and his dad are in the ها هم قاعدين فين بكل بساطة أدور في القطعة هاني and his dad are in the living room يبقى أختار طبعا هنا living room يبقى أنا بحل القطعة دي من النص نفسه number two هاني can't find his مش قادري يلاقي هاني بيدور علي ادور كده هاني can't find his math book بإيه اللي ضي عنده هز ايه هز بوك كتاب رغفو عليكم number three where is hany's book where where يعني ايه يعني اين نركز بقى في معاني كلمات الاستفهام عشان نقدر نجاوب على الأسئلة صح أين يعني ايه where where بتسأل عن المكان الكتاب بتاع هاني فين قال لنا هنا the book isn't in the cupboard أخد بالي ما أعشف الفخ ده الأول قال لنا isn't in the cupboard مواش في الخزنة أمال بعدها قال ايه it's in the book case يبقى هو مكانه الحقيقي فين in the book case فهكتب it's in the book case طبعا وانا بكتب الجملة دي لازم اول حرف اكتبه يبقى capital وفي نهاية الجملة نحط في اللستاب عشان نحافظ على punctuation marks علامات الترقيم بتاعتي number six put the words in the correct order to make correct sentences يلا نرتب الكلمات ونكون جمل number one لما يجي رتب نجينا اربع جمل ترتيب زي ما احنا شايفين كده لما بنرتب هنبدأ بالكلمة اللي أقولها capital letter وتحتها خط كلمة أولها حرف capital وتحتها خط حتى لو مش جاه تحتها خط ندور على الكلمة اللي أولها capital كلمة ايه هنا we عشان نرتب أعمل ايه اقرأ الكلمات الأول كده زي ما هم موجودين قدامي add يعني نضيف add we to chemicals مواد كيميائية the sand الرمل يعني عايز نقول ايه احاول استنتج المعنى بالعربي كده عايز نقول ان احنا بنضيف المواد الكيميائية للرمل يبقى انا هرتب الجملة دي كده بدأنا بwe we دوة فاعل الجملة لما تبدأ بفاعل اجيب بعدها فاعل فين الفاعل هنا yes bravo ليه كلمة add يعني يضيف we add ونحن نضيف بنضيف ايه chemicals المواد الكيميائي لي ايه للsand to the sand يبقى نكتب الجملة كده we add chemicals to the sand ونأكد عليكم تاني برضو اخد بالي اي جملة اكتبها اولها capital او اخرها فلسطاب لو كانت جملة عادية ولو كان سؤالي يبقى اقرأ كوصشا مارك علي ما تستفهم number two هنبدأ بكلمة ايه هنا giraffes يبقى بنتكلم عن الجرافس نقرأ الكلمة يلا كده اقولوا معايا live live يعني ايه يعني يعيش in the grasslands ده جملة محلولة سهلة خالص هي يعني عايز يقول ان الزرافة بتعيش فين في الاراضي العشبية يبقى نقول giraffes ايه giraffes دوت فاعل يبقى عايزين بعده فاعل فين الفاعل طبعا هي كلمة live يبقى giraffes live in the grasslands يعني بتعيش في الاراضي العشبية number three there is there is يعني ايه يعني يوجد بتيجي مع الكلمة المفرد يوجد مع المفرد there is شو بقى تيك الكلمات next to يعني بجوار the couch الكنبة a chair كرسي يبقى عايز يقول ايه انه يوجد كرسي بجوار الكنبة هقول there is ايه بقى طب ما انا عندي كنبة طب ما اقول يوجد كنبة بجوار الكرسي لا ليه بقى لما اجي اقول there is اختار بعدها الحاجة اللي فيها a مش اللي فيها the تعودوا على كده يوجد كرسي كرسي دي هي اللي كلمة ناكرة فهي اللي هتبقى بعد كلمة there is يبقى هنقول كده there is a chair next to the couch number four هنبدأ بايه بوي وي يعني نحن يالن نقرأ help يساعد our يعني بتاعتنا ملكينا يخصنا can يستطيع friends يعني اصدقاء يعني عايز نقول ايه نحن نستطيع اننا نساعد اصدقاءنا الفاعل we نجيب بعدها فاعل طب احنا عندنا هنا فاعل اسمه help وفاعل مساعد اسمه can اعمل ايه اول ما لأي كان او كانت في الجملة اعرف ان هي اللي هتيجي قبل الفاعل الاصلي لان كان او كانت بيجي بعدهم فاعل في المصدر يبقى نقول هنا we can help our friends نستطيع ان نساعد اصدقاءنا we can help our friends يبقى نفتكر لو عندنا كان او كانت نجيبها قبل الفاعل في المصدر number seven look and write three sentences هيجيلي picture زي زي كده وعليها three three words ثلاث كلمات عايزني استخدم الكلمات دي عشان اكون ثلاث جمل على اللي قدامي دي اول كلمة انا اجيب لكلمة ايه map map يعني خريطة انا اول ما شفت الصورة عرفت ان دي ايه zo وحذقة حيوانات طيب انا بقى استعجل واقول this is as you بس كده لا بس هو عايز اقول ان this is a map لانه هو خريطة موضح فيها اسهم واتجاهات اهو عشان يوصل لمن للاينز عايزنك استخدم كلمة map خريطة straight straight يعني ايه يعني طوالي امشي في خط مستقيم ولاينز يعني القسود دي بقى شكله كده عايز يقول ان دي خريطة وده الطريق اللي بوصل فيه لللاينز ان انا بمشي طوالي وبعدين ايه اوصل لللاينز طب نيجي نقول جمل بسيطة كده اول حاجة عشان اقول هايزي خريطة اقول ايه this is a map of the zoo يعني هايزي خريطة ايه لحديقة الحيوانات اقول ان انا بكتب الجمل اخليها جمل بسيطة جدا استخدم دايما this is على قد مقدر عشان اوصف حاجة من غير مغلط لو كانت مفرد اقول this is عندي جامعة اقول these are this is a map of the zoo يعني دي خريطة للزو كلمة straight straight يعني نمشي طوالي عايزين نقول ان احنا بنمشي على طول علشان نوصل لللاينز مثلا ممكن اقول ايه let's go to the lions عايز نروح لفين لللاينز طب هاوصل لللاينز ازاي انا اخدت كلمة لاينز اهو مش معنى ان هي جالي تالت واحدة هي تبقى في الجملة التالت لا عادي جدا استخدموا الكلمات في اي ترتيب عادي عشان اوصل لهم اعمل ايه go straight يمشي على طولها and turn right وبعدين استادر يمينا يبقى كده اكوننا تالت جمل على البكتشر بسهولة طب انا يا ميس مش هعرف افتكر الجمل دي اعمل ايه بكل بساطة كده خليك مع كلمة this is يعني يوجد this is this is this is the map of the zoo دي سهلة طيب هنا فيه لاينز اقول there are lions يوجد اصود عندي بس كلمة straight نحاول نستخدمها نحاول دايما نستخدم الكلمات اللي موجودة عندنا يبقى تقول مثلا i go straight to see the lines ممشي طوالة عشان اشوف اللاينز فدايما نحاول نوصف الصورة ونقول الحاجات اللي موجودة فيها بجمل بسيطة ما نطولش كل جملة نكتبها لازم نقولها كابتا اللاتر ونهايتها full stop عشان ناخد الدرجة كاملة the last question اخر سؤال في الامتحان punctuate the following اعلامات الترقيم number one امير can't walk ايه الاخطاء اللي عندي في الجملة اول حاجة الاي معمولة small مع انها في بداية الجملة لازم اول حرف في اي جملة يتعامل كابتا لغير كمان ان امير اسم انسان واسم الانسان لازم يبدأ بكابتا اللاتر يعني حتى لو موش في اول الجملة كمان ما حطناش في نهاية الجملة حاجة ولا full stop ولا قسم mark طب يا ترى هي هتاخد ايه في دول امير can't walk دي جملة عادية ولا سؤال لا دي جملة عادية يبقى اخرها ايه full stop يبقى نصلح الجملة بالشكل ده هنكتب امير ونحط خط تحتها جدا نوضحها can't walk وحطنا الفلسطوف في الاخر وبرضو نوضحها بالشكل ده number two let's read يلا اقرأوا معايا رانا feeds the cat رانا بتأكل القطة برضو ايه الخطأ اللي هنا الر معمولة small bravo عليك ونعملها كابتا وفي الاخر هنا ما بسألش عن حاجة دي جملة عادية يبقى هنحط في الاخر full stop exam two اللي امتحاني التاني number one listen and write the missing letter زي ما اتفقنا او السؤال في الامتحان عبارة عن listening يعني استماع ها picture number one الميستر هيقول لنا او الميست swimming 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 نائسها ايه 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 برافو عليكو ng number two ear ear اللي هي الاوزون ياسي بقى ناقصها e a number three clock 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 اللي هي ساعة الحوء اتناقصها هنا او وهنا k clock number four اه ما استعجلش ويقول بقى دي zoo لا لازم اسمع نص الاستماع نشوف الميستر هيقول لي ايه لان ما فيش zoo فيها حرف الاي ومال فيها كلمة ايه بقى دي كلمة map map يعني خريطة يبقى هنا m وهنا p يعني دي خريطة للزو مش الزو نفسها listen and complete سؤال التاني برضو زي ما اتفقنا بنستمع النص وبنكتب وراء الميستر او الميستر what's in your living room living room بقى كلمة الا نقصة هنا living يبقى نكتب هنا living number b there is a couch there is a couch يبقى كلمة الا نكتبها هنا couch يبقى لازم نكون حافظين الكلمات بتاعتنا كويس read and choose number one there is armchair in the living room armchair هنجيب قبله ايه ايه ولا ان طبعا ان دي ما تنفعش هنجيب قول يوجد كرسي هنجي ايه 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 طب armchair اول صوت فيها ايه مليش ضعب الحروف هنليه ضعب الاصوات ناخد بالنا a a يبقى ده الصوت متحرك يعني vowel يبقى نستخدم اداة النكرة الهنا اسمها an بجيبها لو الكلمة بدأ بصوت متحرك number two how about how about سهلة جدا عرفنا ان هي بييجي بعدها verb ing باستخدمها للاقتراح يبقى how about ايه going to the heavers نركز جدا في how about بتيجي في اسئلة كتير how about بييجي بعدها ايه ing number three we the sand and the chemicals to make a liquid بنعمل ايه في السند مع الكاميكولز عشان يكون منهم سائل عشان يتحول لسائل بنعمل لهم ايه we eat من اكلهم ولا melt بندوبهم ولا كان يعني استطيع اكيد طبعا عشان يتحولوا السائل فاحنا بنعمل لهم عملية ايزابة بندوبهم يعني melt number four lions live in the lions بتعيش فين yes عرفنا ان هي بتعيش in the grassland زي هي والجرافز number five i am for my math book انا بدور على كتابي طالما لقينا هنا am لازم بعدها فعلي ايه ing ده زمن ايه present continuous مضرع مستمر يكون من ايه فاكرينه am is are verb ing يبقى ما لقي هنا قبل الاقواس am او is او are لازم اختر فعلي هنا اخره ing ولو لقيت هنا ing مفروض يبقى قبلها am او is او are لو الجملة في present continuous سويا المضرع المستمر number six straight and turn right اسمها ايه straight ايوة سهلة جدا عارفنا اسمها go straight يعني امشي في خط مستقيم يلا read and complete هنكمل يلا النص بتاعنا زي ما اتفقنا هنقرأ الاول كلمات شوف معناها ايه favorite what does it mean yes bravo يعني مفضل lakes lakes يعني بحيرات big يعني كبير يلا نحل hippos هنتكلم عن hippos are my zoo animals الحيوانات مفضلة مفضلة يعني ايه my favorite zoo animals طبعا بجرب الكلمات اللي هنا ولازم نقرأ القطع على بعضها الاول they are they are and grey بنوصفهم انهم ايه ولونهم رمادية طبعا اصفهم انهم احنا خدنا favorite خلاص ينفع اصفهم انهم lakes هم بحيرات ولا ينفع اقول they are big يعني هم حجمهم كبير طبعا هتبقى they are big and grey يعني حجمها كبير ولونها رماضي بتعيش فين اكيد طبعا بيشوفوا البحيرات وبياكلوا العشب ما ننساش نقرأ القطعة تاني بعد ما نحلها ونتأكد ان هي كده مزبوطة يلا القطعة يلا القطعة مع كويس وعلي وعلي بيقدرش يشوف كويس فاحنا بنعمل ايه يعني احنا بنساعد اصدقانا زي ما احنا ملاحظين كل النصوص اللي بيجينا بيجينا من كتاب المدرسة هند بتروح المدرسة فين ايه عرفنا طبعا في القطعة ان هي في السويس من فيهم اللي كانت مش بتقدر تسمع كويس نروح على كانت هير وال كانت هير وال هي مين سارا ياسي بقى هنا نختار سارا لازم رجع اجابتي من القطعة كويس طب مين بقى هو يعني ايه يعني من نحفظ كويس ادوات الاستفهاب من يعني ايه هو هو يبقى هو معناها من بتسأل عن الشخص العاقل مين فيهم مش بيقدر يشوف كويس نروح على سي وال كانت سي وال مين بقى علي يبقى نقول هنا علي كانت سي وال وما ننساش بأكد عليكم دايما اول حرف نهاية الجملة في الستاب في اي جملة نكتبها في الامتحاد هنبدأ بالكلمة اللي اولها كابتال وتحتها خط اللي هي كلمة ايه هنا قلنا يعني يوجد بتيجي مع الاسم المفرد يبقى لازم بعدها اسم المفرد طيب نشوف الكلمات يعني على الامب الابجورة على المنددة عايز نقول يوجد ايه ابجورة على المنددة وينفع اصلا يوجد منددة على الابجورة ماينفعش واتفقنا كمان انه بعد اجيب الحاجة اللي فيها اي مش الحاجة اللي فيها ذا لانه قلنا يوجد ابجورة دي كلمة مفرد نكرة والنكرة بتبقى اولها اي مش ذا يبقى في السؤال بجيب الفعل المساعد وبعدين الفاعل يبقى هتيجي قبل ومنساش احط العلمة في الاخر ولازم اول حرف يبقى نعم برسرية نبدأ بوي يعني نحن نقرأ الكلمات كده عايز نقول اننا بناخد ايه بناخد الرمل من الصحراء دوة الفاعل نجيب بعدها فاعل فين الفاعل اللي عندي بناخد الرمل يبقى بناخد الرمل من الصحراء نمبر فور وعيز نبقى نشوف بقية الكلمات يعني رياضيات فور حرف جر ماي بتاعتي بدور ببحث بوك يعني كتاب عايز نقول انا ببحث عن كتاب الرياضيات بتاعي طالما لقينا وفي هنا يبقى بعدها الفرب يبقى اسمها ابحث عن ببحث عن كتاب الرياضيات بتاعي ابحث عن كتاب الرياضيات يبقى الباراجراف يلا لا ومش باراجراف يعني هي صورة بكتشر وهنكتب عليها ثري سنتنسز يعني ثلاث جمل عندي الكلمات هنا ايه يعني غرفة المعيش وزي ما احنا شايفين اصلا البيكتشر هنا عبارة عن ايه لامب عايزنا جيب جملة فيها كلمة فيه يعودش زي ما احنا شايفين يعني ايه يعني صورة فيه صورة متعلقة اه فيه صورة اه طيب نشوف كده ممكن نكتب ايه على الجملة دي اول جملة ببساطة هنقول ايه قلنا هنستخدم الكلمة في جملة بسيطة هزي هي اقول لك سستخدم مع المفرد دي غرفة اول حرف ونهاية الجملة فلسطة بما ننساش بعد كده ممكن اقول ايه هنريح على اللامب يعني فيه لامب جنب مين جنب الكاوتش اهي بعد كده اول ايه على بقى معلش الكلمة انها دخل التباط بس دي كلمة في صورة فين على الحيطة وعيز اقول عادي وعلى الحيط يعني ايه اخلي الجملة بسيطة زي ما اتفقنا اخلي 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 اخطاء هنا وائل الو معمولة والاخر مفيش حاجة يبقى اخلي اخلي لانه في اول الجملة وكمان هو اسم انسان وفي الاخر الجملة عادية نحط في الست اخطاء ما حيوانا ما حيوانا المفضل ها ايه الاخطاء هنا ومفيش نهاية طب بدء يبقى دوات جملة عادية ولا سؤال لا سؤال دوات يعني يتحدث وما اضف لها ناقصها ايه في الاخر برافو عليكم ان جي نمبر تو هير 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 اللي هو ايه السهم بيشور هنا على شعر البنوت اهو هير يبقى ناقصها اي ار تمام برافو نمبر تري تليف 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 ناقصها هنا ال وهنا اس تمام نحفظ الكلمات كويس عشان النص اللي استمعنا عرف نكتبه نمبر فور elefant elefant الصوت فه هنا عبارة عن حرفين اللي هما ph اخذنا ان ph بننطقها ف listen and complete برضو هنستمع هنا what's your favorite zoo animal يبقى نمبر وان هنكتب فيها كلمة zoo it's the lion يبقى تون ايه ايه اتس there is a book case the table في book case the table يطرى ينفع اقول naa kast the table لا ما ينفعش من لان ما فيش two تمام طب ينفع between the table ما ينفعش لان between بتيجي بعدها حكتين وهي table واحدة مش اتنين يبقى ايه اللي هتنفع عندي هنا هي behind يعني خلف المنضضة number she plays play يعني ايه يعني بتلعب ايه اللي ينفع ما فيش هنا غير play sports يعني بتلعب رياضة penguins live in the البنغونز بتعيش فين طبعا عرفنا ان هي بتعيش in the sea في البحر number let's watch the هنشاهد ايه ايه في دول اللي نشاهده طبعا هو television television number the elephant my favorite zoo animal the elephant مفرد ولا جامع اهو قدامي هو كلمة مفرد singular المفرد ياخد ايه هنا ياخد is مع المفرد اسمه is number six دي محادسة بين اتنين what are you ايه قال له i am looking for my book ببحث عن كتابي يبقى كان بيقول what are you ماذا تفعل what are you doing اخترنا doing ليه لان هنا are في المدرع المستمر اما لاي am او is او are لازم بعدها اختر ايه verb ing وماذا تفعل نحفاظها اصلا اسمها what are you doing يلا نكمل الباسج دي باستخدام الكلمات كلمة ايه دي يلا معناها water اللي هي يسئل مية نايل يعني النيل ماركت يعني السوق فارمرز get water from the فاللحين بيحصلوا على المية منين منين ايوة طبعا from the نايل من النيل they give it to the plants ويدوها للنباتات vegetables need to grow النباتات دي الخضروات محتاجة ايه عشان تنمو طبعا محتاجة water المية we buy vegetables at the واحنا بنشتري الخضرات منين اكيد طبعا at the market يعني من السوق then we eat اتوا بعدين بنكلها eat vegetables sorry ريد اتعكست انسر the questions يلا نقرأ النص مع بعض اقرأ ايلا يا شطار i'm lama يعني اسمي lama i have two sisters rana and mariam عندي اختين اسمهم ايه rana and mariam we help our mom بنساعد ماما i sweep the floor انا sweep the floor باكنس الارضية rana feeds the cat ورانا بتأكل القطة maryam makes our beds maryam بترتب السرير maryam and rana set the table maryam ورانا هم اللي بيعدوا المائدة mom is very happy وماما بتبقى موسوطة بينا جدا طبعا بروف عليهم بيساعدوا مامتهم وانتو كمان ساعدوا ماما number one lama has a sisters lama عندها كم sister قيت لنا في اول قطع خالص i have two sisters يبقى هنا نختار two number two feeds the cat مين اللي بتأكل القطة مين نروح على feeds the cat اهي مين هي بقى رانا تمام يبقى هنا نختار رانا يبقى انا هنا ما بتعبش في حاجة انا بجيب الايجابة من القطع اللي قدامي اركز فيها كويس number three who sets the table اتفقنا ان كلمة هو يعني ايه يعني من مين اللي بيعد المائدة نروح على كلمة set the table مين بقى اللي بيعدها ماريام اند رانا فهنقول كده ماريام اند رانا set the table يلا نرتب الجمل number one هنبدأ بكلمة lama lama يبقى الكلمات نستنتج جده cats يعني بتقطع vegetables الخضروات وزاد يليه الالف واللام يعني عايزنا نقول lama بتقطع الخضروات بدأنا بالفاعل اللي هو lama بعدها نجيب الverb بقى فين الverb هنا كلمة cats يبقى lama cats the vegetables بتقطع الخضروات مأكد تاني اول حرف capital نهاية الجملة في الستب number two رانا رانا وعندي بقى الكلمات ايه can't لا تستطيع well يعني جيدا وهير يعني يسمع يعني عايزنا اقول ايه رانا لا تستطيع انها تسمع جيدا يبقى رانا ايه رانا can't hear well واتفقنا لما لقي عندي في الجملة can او can بيتيجي هي الاول وبعدها الفعل في المصدر what هبدأ بwhat ده سؤال اهما او ماذا what السؤال بنيجي بعد اداة الاستفهال نجي فعل المساعد فين الفعل المساعد هنا هو كلمة do يبقى what do وبعد الفعل المساعد بيجي فعل اللي هو هنا you what do you want to see ماذا تريد انترا what do you want to see number four the line the line الاسد نشوف بقية الحروف بقية الكلمات sorry is يعني يكون my favorite يعني المفضل عندي zoo animal يعني عايزنا اقول ان الاسد هو حيواني المفضل هقول بقى the line ايه دوت فاعل عايزين بعد وفاعل فين الفاعل هنا هي كلمة is is ايه بقى the line is my favorite zoo animal طبعا الناس بنحفظ الجمل دي كده عشان بتتكرر كتير the line is my favorite zoo animal يلا نكتب الجمل نبص في الصورة زي ما احنا شايفين what's this ده ايه the hippo bravo وهنا مرسوم ايه عندنا هنا grass وفي هنا tree نشوف ايه اللي بيحصل بقى عايزنا استخدم كلمة ايه اول حاجة favorite و live ويعني يعيش و grass اللي هو العشبي بقى هتكلم انه favorite عايزنا اقول ان ال hippo هو حيواني المفضل صح اقول الجملة دي ازاي اقول كده الاول حاجة اقول this is a hippo this is a hippo يعني ايه يعني هذا هو حيوان فرص النهر تمام اقول بعد كده كلمة favorite it's my favorite animal هو حيواني ايه المفضل طيب استخدم كلمة grass هنا اقول ايه it eats grass it eats grass يعني بيأكل ايه بيأكله العشب بعدين كلمة live نستخدمها في جملة نقول اللي هو بيعيش فين في المية it lives in water او it lives in the river بس انا نسيت اكتب الجملة دي نشطر وتكتبوها انتبع it lives in the river او it lives in water نحاول نستخدم الكلمات في جملة بسيطة زي ما اتفقنا punctuate tell you can't hear well ايه الخطأ اللي عندي هنا طبعا اول حرف لازم يبقى capital ونهاية الجملة هنا ايه دي جملة عادية يبقى اخرها number two the king can sing الملك يستطيع ان يغني دي جملة عادية مش سؤال عرفنا ان نهاية هتبقى full stop ولازم اول حرف في الجملة نعمله capital نروح على number one armchair armchair ها نقصها ايه yes هنا m وهنا a نركز فحز الكلمات number two line line نقصها i o yes number three space space نقصها sp yes excellent number four fishing fishing يعني بيستطاد نقصها ng okay listening التاني ها number a how you help at home how can you help at home how can يعني بقى نكتب هنا كلمة can يعني زي بتستطيع ان اقتصاد في البيت قال لنا i set the table بقى اعد المائدة يبقى نكتب هنا كلمة set choose يلا there is a lamp is a table في lamp is a table نشوف حرف الجر هنا next tnfa نبص هنا في هنا to ما فيش to يبقى next ما تنفعش between between تنفع لا ما تنفعش ليه لان هي table واحدة between لازم بعدها حاجتين مش حاجة واحدة لانها بين اتنين on on تنفع ولا لا ايوان تنفع there is a lamp on the table number two where the penguins ما جسل اين البطاريك هنجحة هنستخدم فعل المساعد ايه هنا مع الجامع or where are the penguins you can sit on the ممكن تقعد عليه ايف دول ممكن نقعد عليهم طبعا هي القوتش هي اللي نقدر نقعد عليه مش الكلاك ولا البوككيس number four i my bed ها باعمل ايه my bed بنظم سري برتب سري اسمها ايه i make my bed live in the bamboo forest من في دول بيعيش in the bamboo forest طبعا هي البانداز هي اللي بتعيش in the bamboo forest عشان تاكل البامبو where are your favorite zoo animal لما جسأل ما حيواناك المفضل بتكرر كتير هاي زي ما اتفقنا يبا اقول what's your favorite zoo animal ما او ماذا لاني بسأل على animal ده غير عاقل واللي بيسأل عن غير العاقل هو what يعني ما او ماذا يلا نكمل الباسدج باستخدام الكلمات let's read see see يعني ايه يعني يرى school مدرسة help يعني يساعد برافو عليكم my name is nada and i go to a in aswan اسمي ندا وبروح ايه في اسوان ايه اللي انفع روحه هنا في الكلمات دي اكيد طبعا i go to school in aswan بروح المدرسة في اسوان i like my teacher and my class very much بحب معلمتي والفصل بتاعي جدا in my class we have friends who need special في فصلنا اصدقاء محتاجين special ايه مساعدة خاصة يعني special help تمام marwan can't see well بقدرش يشوف كويس يلا البسج التانية نقرأها مع بعض i am wise انا معيز i love my living room احب غرفة المعيشة بتاعتي there is a bookcase next to the couch في bookcase next to the couch يعني جنب الكنبة there is a lamp on the table وفيه lamp على التابل وبجورة على الترابيزة there is a television between two arm chairs يعني فيه تليفزيون ما بين ايه two arm chairs يعني كرسيين ما بين كرسيين بدرعين there is a clock on the wall وفيه ساعة على الحيطة بيوصف لنا living room بتاعته number one معيز loves his بيحب ايه ايوا ده هو قال لنا هنا i love my living room يبقى نختار هنا living room there is a next to the couch في ايه جنب الكاوتش نروح هنا فين في القطعة there is a bookcase next to the couch لازم ابص في القطعة قبل ما حل bookcase where is the lamp where يعني ايه يعني اين بتسأل عن المكان اللامبة موجودة فين يلا نروح على كلمة lamp اهي there is a lamp فين بقى on the table يعني على المنددة يبقى نقول it's on the table يعني انها على المنددة يلا نرتب الجمل number one نبدأ بكلمة what ده سؤال اهو نقرأ الكلمات كده are you doing محلولة what are you doing يعني ماذا تفعل نحفظ السؤال ده زي ما هو عشان بسهل عينا نحله لو شفناه في اي شكل سؤال what are you doing ماذا تفعل number two there بدأنا بزير there عايزة بعدها is مع المفرد او or مع الجامعة طب نقرأ كده عندنا is a chair the living room و in عايزنا اقول يوجد كورسي فين في غرفة المعيشة يبقى there is طبعا there is a chair in the living room number three هابدأ بكلمة go اسم go وتكملتها اي طبعا straight يمشي طوالي then turn right go straight then turn right تيمشي على طول وبعدين ليه في من number four vegetables الخضروات need ده الفعل هو يحتاج تحتاج ايه water to grow عشان تنمو طبعا برضو سهلة جدا vegetables need water to grow كلمة grow مكتوبة هنا تحت to grow يلا picture هنا برضو هنكون عليها ثلاث جمل باستخدام الكلمات دي طبعا شايفين هنا ايه two girls او هي بنوطة واحدة واحدة بتعمل ايه هنا make the bed بترتب السرير والتانية بتعمل ايه sweep the floor طبعا هم جدا بيساعدوا في البيت يساعد يعني ايه يعني help يعني اذا عايز نقول انا بساعد انا بساعد يعني ايه i help at home انا بساعد في شغل البيت اقولها ازاي i help at home bed هقول ايه برتب سريري ارتب سريري يعني ايه انا ارتب سرير انا يعني i i make my bed يبقى ما يكون هنا في شيء بعمله استخدم i i make my bed طيب sweep sweep يعني ايه backness backness ايه الارضية فهقول i sweep the floor اخلي الجمل قصيرة جدا فاعل فعل وما هو تكملة بسيطة للجملة ولازم اول حرف يتعامل capital ونهاية الجملة تبقى في الستب عشان ناخد جملنا درجاتنا كاملة ان شاء الله punctuate i go to school in Cairo ها ايه الخطأ اللي هنا ال i معمولة capital ها يبقى صح مفيش مشكلة كلمة i بتتعامل capital في اول جملة في نص جملة في اي مكان ضمير i على طول capital go to school in Cairo Cairo ده اسم ايه اسم مدينة بس c بتاعتها معمولة small ينفع لا ما ينفعش يبقى نعمل c هنا capital ونحط في الاخر full stop هنقول كده i go to school in Cairo يبقى هنا c هي اللي تصلحت لان ال i اصلا محلولة وحطينا full stop في الاخر number two let's watch the hippos يعني ايه الخطأ اللي هنا دعنا نشاهد الفرص النهر L معمولة small معناها في بداية الجملة يبقى لازم تتعامل capital وفي الاخر هنحط هنا full stop واحيانا كمان مع جملة let's بنحط exclamation mark يعني علامة تعجب listening يلا number one what's this الميستر او الميستر يقول لنا كده spider spider sp يبقى ناسة ايه sp number two table table ايوا table المنددة نائسة هنا t وهنا b number three sing 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 عرفنا طبعا ng يغني number four hippo hippo ه يبقى حرف الh hippo يبقى ناسة هنا h وهنا p listen and complete يلا نسمع talia can't hear well يبقى نكتب هناك كلمة hear يسمع i can say it again again نكتب again يعني مرة تانية نحفظ الكلمات يا جماعة كويس عشان سؤال الاستماع i am my bed يلا نختار الايجابة الصح برات بسرير يسمعها ايه bravo i make my bed number two where a lion live align الاسد singular ولا plural مفرد ولا جام لا ده مفرد مفرد نستخدم له فعل مساعد ايه هستخدم هنا فعل مساعد does طب لما هي is كمان بتيجي مع المفرد ما خدناهاش ليه لان احنا عندنا هنا فعل في المصدر لما لقي بعد الاقواز فعل في المصدر اعرف ان انا هجيب قبله do او does لكن is بيجي بعدها ing صح ولا لا تمام يبقى ما تنفعش is هنا يبقى نختار do او does طب a lion مفرد نختار له do ولا does يبقى نختار له does where does a lion live اين يعيش الاسد there is a on the wall ايه في دول ممكن نحطه on the wall نعلقه على الحيطة طبعا هي clock الساعة hippos are my favorite zoo hippos هي ايه المفضلة عندي طبعا animals حيوانات zoo animals there is a bed to the door او عندنا two ايه في دول حرف الجر اللي بيجي مع كلمة two next two the panda is cute الباندا دي كيوت وجميلة كده ورائية black and white the panda panda يعني كلمة مفرد شايفين panda واحدة بس مفرد عشان كده ايه اللي عليها is طالما هي مفرد اجيب لها ضمير ايه اللي بيجي مع المفرد it's مع المفرد اللي هو غير عاقل اجيب كلمة it's it وبعدها is يلا نكمل بالكلمات دي كلمة glass 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 اللي هو الزجاج ball اللي هي سلطانية وchemicals يعني ايه يعني مواد كيميائية يلا نقرأ we take sand from that desert بناخد ايه الرمل from that desert يعني مستحراء we add to the sand بنضيف ايه للرمل يا طرح هنضف له ايه ايه يا برافو chemicals بنضيف له مواد كيميائية then we put everything in وبعدين بنحط كل حاجة في ايه هحطه في ايه في ball يعني في وعاء we melt the sand بندو بالرمل and the chemicals مع المواد الكيميائية to make a liquid عشان يتحول لسائل we shape the ايه بعدين بنشكل ايه the glass اللي هو الزجاج طبعا بيتكلم عن عملية تحويل الرمل لزجاج يلا الباسجي بتاعتنا I like to help mom at home بحب بساعد ماما في البيت I cut the vegetables بقطع الخضروات and set the table وكمان بعيد المائدة my sister doha makes the bed يبقى من اللي makes the bed بتعد السرير مين طبعا بترتب السرير مين my sister doha my dad feeds the cat وبابا بيأكل القطة يلا نحل I the vegetables انا بعمل ايه في الخضروات ابص في القطعة I cut the vegetables يبقى نختار كلمة cut makes the bed مين اللي بيرتب السرير makes the bed مين بقى ضحى تمام يبقى نختار هنا كلمة ضحى what does dad do what يعني ايه يعني ماذا بابا بيعمل ايه بيعمل ايه ضروف البيت نروح على my dad my dad ايه feeds the cat يبقى نقول he feeds the cat ونفتكر دايما اول حرف كابتل نهاية الجملة في الستب يلا نرتب هنبدأ بكلمة where اين سؤال يبقى نجي بعد اداة الاستفهام نختار فعل مساعد فين هو الفعل المساعد are تمام وعندي elephants وزا اسمها elephants زا ولا اسمها the elephants يبقى where are the elephants number two the table الفعل هنا the table المنددة is between arm chairs two عايزنا اقول المنددة ما بين كرسيين هقول the table ايه بقى ده الفعل بعد فعل الفعل هنا كلمة is يبقى the table is between two armed chairs number three الما cut يعني بتقطع vegetables the يعني لما بتقطع الخضروة تقول ايه بقى lama cats the vegetables دايما ذا بجيبها قبل الاسم the vegetables i can عايز ابدأ بكلمة i can can بيجي بعدها ايه فعل في المصدر فين الفعل في المصدر هنا كلمة get yes i can get اقدر اجيب ايه a book for him يعني اقدر اجيب له كتاب يلا picture هنا عبارة عن اين المكان ده living room واصلا اول كلمة هجيبها لي living room يبقى اكيد هقول هنا ايه اكيد هقول this is my living room يعني دي غرفة المعيشة بتاعتي تمام book case book case يعني ايه مكتبة عايزنا اقول ايه يوجد مكتبة يوجد مكتبة اقولها ازاي there is a book case بكل بساطة arm chair arm chair يعني ايه يعني كرسي اقول برضو يوجد كرسي there is an arm chair بكل بساطة كده ما تخلش الجمل معقدة اوصف المكان ازاي قدامي اقول this is هو المكان تسمو ايه ويوجد من المفرد there is ومع الجامع there are كل جملة اولها capital وانهايتها full stop punctuate ايمان sweep the floor ايه الخطأ هنا ايوة ايمان بدأ بsmall والجملة ما فيش في نهايتها حاجة نحط ايه بقى هنا دي جملة عادية لان مش بسأل عن حاجة وقول ايه بتكنس الارض ايه بقى في نهايتها full stop وصلحنا ايه بتاعت ايمان ونفتكر دايما اسم الانسان اول وكابتال حتى لو مش في بداية الجملة اسم الانسان المدينة الدولة اللغة الجنسية ايام الاسبوع الشهور number two you have the map you الواي هنا بتاعت يوم عمول اسمو وهنعمل في الاخر ايه full stop لان دي جملة عادية مش سؤال كده خلصنا المراجعة بتاعتنا اتمنى نكون فيهمناها مع بعض وعرفنا المواصفات الامتحان شكلها ايه ويلدان احسنتم تابعوني ان شاء الله وعمل لكم مراجعة الامتحان الترم قريبا بإذن الله اتمنى لكم التوفيق thank you good bye